دائماً ما يشق اللبناني المخترب طريقه نحو البلد عند اشنداد الأزمات إن بمبادرات فردية أو بالأعمال المنظمة كان آخرها الصندوق الاخترابي أحد المشاريع التي انمثقت عن المؤتمر الاقتصادي الأول من أجل لبنان لذي عقدته الجامعة اللبنانية الثقافية في آب الماضي فكرته هي دولار من كل لبناني مخترب على مدار السنة دولار دولار كل يوم يعني كأنه 365 دولار من كل شخص لبناني وينما كان بالعالم فتخيل الأرقام اللي ممكن هيدا الصندوق يجمعه حسابات الصندوق فتحت في الملايات المتحدة الأمريكية وستكون الجامعية على موعد مع إطلاق إدارته رسمياً في مؤتمر سينعقد في المكسيك في 23، 24 و 25 شباط الجاري وستمثل وجامعية سانبخصان لبنان لمواكبة آلية التطبيق التي ستضمن صرف هذه الأوال بالشكل الصحيح أكيد في نور في ستندار الانترنسيونال في طريقة إن كان العمل لحتى يجمع المصريات اللبنانيين المغتربين وليصرف الأموال بالمكان المناسب بالاقتصاد اللبناني لدعم الشباب اللبناني لدعم المبادرات الفردية والأفكار والقطاعات المنتجة لدينا مسؤولية كثيرة كبيرة ننقل فعلاً واقع الأرض قدي القطاع الخاص قوي وقدي قادر يكون لأقزمة من أمور الإنقاذ رح كون أنا وياك على الخط من المكسيك لحتى نواكب العمال وقالية التطبيق لهذا الصندوق ما رح نرجع إيدنا فغادية من ألون للبنانيين سيكون لبنان على موحد مع فصحة أمل قادرة على وقف النزيف وأبقى المواطنين لحاية الانهيار الشامل في بلدهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر